نروح مع حضراتكم دلوقتي إلى طابة وذكرى تحرير واسترداد طابة والزميل محمد الشازلي بنصبح عليك محمد مرة تانية صباح الخير أهلا بيك محمد مرة تانية وأهلا بالسادة المشاهدين هنبدأ مع حضراتك أولى فقراتنا من هنا من طابة وتحديدا من ساحة العلم طابة بتتبع محافظة جنوب سينة ومن المعروف أن هذه المحافظة هي محافظة حدودي لكن ده مناعش الدولة من أنها توصل كل الخدمات الأساسية لهذه المحافظة دلوقتي احنا نتكلم مع حضراتكم عن توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وأبناء طابة السلع متوفرة في المخازن وتكفي لفترات قادمة طبعا بيكون في تكسيف من الاستعدادات بخصوص شهر رمضان بيكون في منافس بيكون في معارض دخول قطاع التكنولوجيا أيضا على التموين هذا القطاع الحيوي المهم وتأثيره كمان على المواطنين كل هذه التفاصيل هيجاوبنا عنها المهندس إبراهيم الحارون مدير مدرية التموين بجنوب سينة أهلا بحضراتك فندم أهلا بحضراتك فندم منوّرنا شكرا فندم وفي البداية اسمح لي كده أرحب بيكون فريق صباح خير مصر على أرض السلام بمحافظة السلام ومحافظة جنوب سينة في احتفالاتها بالعيد القومي الخاص بالمحافظة يا أهلا بحضراتك وكل سنة محافظة طيب وحضراتك طيب وفي خير فندم طيب لو هنبدأ مع حضراتك من خطة الوزارة واللي نفذتها المدرية في هذه المحافظة من أجل توفير كل السلع الغذائية الأساسية وتوفير كل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في البداية اسمح لي كده في عجلة يعني في محافظة جنوب سينة شهدت في العشر سنوات الأقيرة في عهد السيد الرئيس عبدالتح السيسي طفرة في المجال الإنشائي تعتبر المحافظة الرائدة على مستوى مصر ومحافظة الأولى في المجال التمويني الحمد لله فندم كل مدن جنوب سينة مغطاة بمراكز تكنولوجية مميكانة أنت عارف حضرتك تجاه الدولة للتحول الرقمي فبقت كل مدن جنوب سينة فيها المركز التكنولوجية التموينية الخاصة بخدمة المواطن من بطاقات التموين طبعا أنا عايز أفهم دي أكتر يعني إيه دخول التكنولوجيا للتموين يعني هتفرق فيه هل هي في استخراج البطاقات فقط ولا فيه فيه تعامل آخر من خلال بالنسبة المواطن المواطن بيتقدم للمركز ده في الاستخراج سواء كان بطاقة اصدار جديد أو بطاقة تموينية بدل تالف أو فائد وده ما بيجي في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا ما بتستخرقش عملية استخراج البطاقة أكتر من 15 يوم وما بتستخرقش وقت بيتقدمه بالطلب لإنهاء إجراءاته مش أكتر من 5 دقيقة في المركز ده في الجزء اللي بيخص المواطن المركز بيقدم خدمة تانية لتجار التامونين اللي بيقوموا بصرف السلعة التامونية كل شهر للمواطنين مستحق الدعم سواء كان في عمليات المحاسبة أو في عمليات الاصدار فده برضو بيقوم بالمركز عن طبعا حضرتك عارف اتجاه الدولة كل دلوقتي اتجاه محاسبة وميكانة فبقى خلاص عمليات الصرف وعمليات الاستعادة بتتم من خلال الميكانة فمعادش آلية معادش يدوية بقت كلها آلية فده الاتجاه اللي بتقوم بالدولة دلوقتي بدأت من خلال المركز الوزارة أو في رئاسة المجلس والوزراء يقدر يعرف العملية بتتم في لحظتها فبقت عملية المرأب أقول حوكمة موجودة بنسبة 100% دي بتقضي على العملية التسريب اللي كان بتحصل في الدعم في الفترات اللي فاتت بقى دلوقتي الحمد لله رب العالمين موضوع عملية التسريب في الدعم تكاد تكون عملية صفرية في ظل التحول الرقم وفي ظل المركز التكنولوجيا دي الجزء الثاني يا فندم في عهد دكتور السادة الواء دكتور خالد فودا محافظ جنوب سيناء واهتمامه دائم دايما بالمواطن في جنوب سيناء في المجال التمويني اللي أنا معني به اسمح لي كده أعرض على حضرتك أن في العشر سنين الفاتوا كان المخابز الاستراتيجية اللي بتنشئها المحافظة طبعا حضرتك عارف أن محافظة جنوب سيناء محافظة حدية محافظة مترامية الأطراف ومساحتها مساحة كبيرة في مساحات كبيرة بينها وبين المدن فالمحافظة بتقوم بتقدم من خلال الدولة دور الخدمي للمواطن في عملية إنشاء المخابز فبقى المحافظة في كل مدينة في مخبز استراتيجي في الفترة الأخيرة عدد المخابز تحولوا من أربع مخابز بأربع تشر مخبز في موضوع محطات الوقود لخدمة المخابز البلدية اللي بتبيع العيش المدعب الخامس روش اللي بتدعمه الدولة الجزء الثاني فاندم محطات الوقود بدأت كان في 2013-2014 عدد محطات الوقود اللي في جنوب سيناء سبعة النهاردة عدد محطات الوقود تسعة وعشرين محطة بالنسبة فاندم اتجاه الدولة للطاقة النظيفة فبقى في سبع محطات غاز موجودين في شرم الشيخ واتجاه المحافظة وتوجهاته ان كل مدن جنوب سيناء تكون فيها محطات غاز في فترة القادمة فدي طفرة ايضا حصلت في مجال محطات الوقود بالنسبة لما كانت فيه مطحن دي خاص بانتاج دي البلد 87.5% الخاص بالمخابز البلدية ودي المستودعات تم في 2016 افتتاح المخبز اللي بيخدم محافظة جنوب سيناء في مدينة الطور العاصمة وبقى كل انتاج دي بينتج هنا من على ارض جنوب سيناء ده في الفترة الاخيرة الحمد لله فاندم مظلة الدولة اللي بتقدمها في عدد المستفيدين البطاقات الدعم زادت في الفترات الاخيرة بقى عدد المستفيدين من بطاقات تنمين هنا في جنوب سيناء 33.000 طاقات تنمينية ب74.700 فرض مستفيد ده في المجال الانشائي انا بس عايز اقول حاجة فضل فضل انه الخطة في الانشاءات وزيادة عدد المنافس وزيادة عدد المخابز وانشاء المخابز زي ما حضرتك ذكرت هي مش بتتعامل كده بشكل عشوائي لا بيكون في خطة طبقا لاحتياجات السكان لزيادة السكان في المدينة اعتقد ده اللي تم تنفيذه بالفعل هنا يا فضل جنوب سيناء في الفترة الاخيرة اهتمام بيها طبعا اهتمام غير عادي اعداد السكان هنا في جنوب سيناء تضاعفت اه بقى عدد السكان هنا بيقرب من 320-330.000 ما بين فرد جنوبي وما بين وافدين بيعملوا في مجال الخدمي وفي مجال السياحة فبقى كان في البداية الرقم 100.000 النهاردة احنا نتكلف 320-350.000 ناسة ما موجودة على عرض جنوب سيناء فلازم تكون زيادة في الخدمات ايضا في زي ما حضرتك كده اشارت في سؤال حضرتك في توجهات هنا من ساد الوقت دكتور خالد فودة دايما بمتابعة دقيقة وتوفير السلع ودعم دايما من الدكتور علي المسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة جنوب سيناء بحكم ان هي محافظة حدودية فاصبحنا يا فندم الحمد لله محافظة جنوب سيناء محافظة رقم واحد في توافر السلع الغذائية الخاصة بمجال الدعم على مستوى الجمهورية اسمح لي كده اعرض على حضرتك مثلا في مجال الارصدم عندنا الارصدم السلع الاستراتيجية بتتجاوز الحمد لله رب العالمين بتتجاوز الست شهور في مجال زي السكر سلعة السكر ارصدت السلع الاستراتيجية تجاوزت ست شهور في سلعة الزيت اربع شهور في سلعة الماكورونا ثلاث شهور ونص في باقي السلع المتنوعة اللي بتصرف على البطاقة التنمونية الخاصة بالمواطنين نتيجة نقاط الخبز تجاوزت ثلاث شهور فاسمح لي اقول لحضرتك كده ان السلع الغذائية محافظة جنوب سيناء في كل مدينة فندم فيها تعتبر محافظة مستقلة بمعنى أن كل مدينة فيها دلوقتي فيها المستودع للسلعة التنمونية الخاص بيها بأرصد تكفي المدينة فيها المخابس في مستودع دي سواء كان دي بلدي الخاص بالمخابس أو دي مستودعات وهنا اسمح لي برضو محافظة جنوب سيناء محافظة النمط الاستهلاكي فيها نمط مختلف عن محافظات مصر فالدولة هنا عشان طبيعة تستخدم المواطني جنوب سيناء من أهلنا هنا ما بيستخدموش الخبز اللي حامل البطاقة مستخدمش خبز الدولة غفرت له بياخد المقابل بتاحها 10 كيلو لكل فرض دي مستودعات أو دي بلدي ده الفرض ماستخدمش خبز خلال الشهر فإذا دي اللي بنقدمه بنقدمه في شقين شقة خاص بالمخابس البلدية وشقة خاص بالدقي اللي بيستخدمو المواطنين من خلال بطاقة التنمونية النقطة التانية حضرتك زي ما حضرتك عارف كده قلنا المحافظة محافظة مطرمية فاتجهت الدولة من خلال وزارة التنمون والتجارة الداخلية ومن خلال محافظة في إنشاء المنافذ التنمونية الخاصة بتوفير السلع الغذائية لغير حاميل البطاقات التنمونية لأن طبعا مش كل الأفراد تحت ما زلت الدعم في البطاقة التنمونية فبيبقى فيه دعم مباشر ودعم غير مباشر الدعم المباشر ده اللي من خلال البطاقة التنمونية الدعم الغير مباشر اللي بتقدمه الدولة لمواطنية وهنا على وجه الخصوص من خلال المنافس التنمونية ففي محافظة جنوب سينا فندم كان في 2014-2015 ست منافس تموينية النهاردة وإحنا بيتكلم مع حضرتك بقى أصبح 28 منفذ تمويني ديلتا ماركت ومجمعات أهرام التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة بيقدموا كافة السلع الغذائية الخاصة بالمواطنين بنسب تخفضات دايما من 10% إلى 20% عن مسئلتها في السوق ده جزئية جزئية التانية فانت عملت كده مرحلة ما بين الواخد دعم بأسعار مخفضة تماما والمنافس دي اللي هي بأسعار مخفضة بنسبة دعم تصل لكام من 10% إلى 20% ده تماما فاتح دي دي نقطة النقطة التانية انتشارها لإن هنا أهلينا بيسكنوا في الوديان وفي المناطق النائية وكده فبنخدمهم المنافس دي موجودة في كافة المدن وفي كافة الوديان عشان نقدم ليهم ونوفر ليهم السلع الغذائية الخاصة بهم فده الجزء التاني من المنافس دي سبتة؟ المنافس سبتة إنشائية سبتة فانتوم طول السنة وتعمل على مدار اليوم من التساع صباحا للتساع مساءا شغال على مدار اليوم فانتوم ومنافس إنشاءة سبتة مش متغيرة يعني أو مش متحرك بالإضافة للمنافس المتحركة تمام في الفترات الأخيرة أولى المحافظ الوقت دكتور خالد فودا محافظ جنوب سيناء الاهتمام بمواطنين في جنوب سيناء من خلال القوافل اللي بتيجي القوافل الخاصة بجهاز الخدمات قوات المسلحة برضو بيوفر السلع الغذائية للمواطنين بتنقل القوافلة بتتنقل للوديان بتوفر السلع بأسعار محافظة ما بتقلش عن 20% هنا الحمد لله يا فندم كافة الأجهزة التنفيذية هنا برضو بتقدل لها منافس زي جهاز التعمير زي مديرية الزراعة زي منافس الخاصة بقوات المسلحة زي المنافس الخاصة بكلنا واحد فعدد المنافس إجمالا اللي بياخدوا مواطنين في جنوب سيناء بيتخطى 65 منافس عظيم طيب هل في منافس اتعملت عشان شهر رمضان ولا أعتقد أنتم كيف مش محتاجين بقى لا لا يا فاندف لا 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 يا فاندف ده مجال ده المجال السابت اللي هو على مدار العام في المجال الموسمي زي معارض أهل الرمضان هنا في توجهات مشددة دايماً لنا الدكتور خالد فودة اهتمام دايماً بمواطنين في جنوب سيناء فالسناء دي تعتبر لأول مرة تم إنشاء معارض أهلاً رمضان في التمن مدن في جنوب سيناء كل مدن جنوب سيناء وقيم فيها معارض أهلاً رمضان معالي السيدة الوزير المحافظة تم افتتاح المعارض بنفسه دايماً فيه متابعة وتشديد لنا كمدارية التموين بالتواجد ومتابعة المرابلة لتأكد من تقديم كافة السلع وطوفرها بالإضافة لموضوع التخفيض يكون تخفيض حقيقي ومتابعته واستمراره هنا الحمد لله فاندف احنا بنشتغل في منظومة تحت مدرسة اللي هو خالد فودة منظومة عمل مشترك بين كافة الأجهزة التنفيذية فمعارض أهلاً رمضان بتقام بتنصيق تام بين الغرف التجارية ومدرية التموين والسادر وأساء المدن فزي ما قلت حضرتك المعارض أقيمت 8 معارض في مدن جنوب سيناء والمعارض ده بتقام على مدار العام معارض موسمية يعني بعد معارض أهلاً رمضان ما بينتهي وأصدر تعليماته اللي هو خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمدرية التموين والغرفة التجارية باستمرار معارض لنهاية شهر رمضان بنبدأ كمان معارض أهلاً بالعيد اللي بتقدم كل ما يلزم المواطنين من مستلزمات العيد بفيه المعارض برضو زي معارض أهلاً مدارس فدي المعارض الموسمية فدي مستمرة دايماً طبقاً للموسم بدي بتقام بعيداً على المنافس الزبت تمام ده جميل جداً أعتقد أنه لضبط السوء مش مواندس أهم حاجة هي الرقابة سواء كانت على المنافس أو حتى على التجار الموجودين اللي هو بيعمل بشكل خاص ده حي فاندب إحنا هنا ده دور العمل الرقابي والعمل المدرية التموين زي ما أشارت كده دور الرقابة لضبط الأسواق والأسعار إحنا مجالنا بنشتغل على المحورين المحور الأول خاص بالعمل التموين هو توفير السلع وده ذكرت لحضرتك في البداية والحمد لله أرصدها آمنة ويمدى كفاية تجاوز الأربع لست شهور الجزء الثاني اللي حضرتك أشارت فيه دلوقتي هو جزء ضبط الأسعار وتوافر السلع والإعلان على الأسعار وجودة ما يقدم المواطن وده بتقوم بمدرية التموين على أكمل وجه من خلال حملاتها الرقابية ورجال الرقابة سواء رقابة تموينية أو تجارية على مدار اليوم في حملات مشتركة ما بين كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية من مباحث تموين من جهاز حماية مستهلك من سلامة غذاء من طب بيطاري من صحة هنا بنشتغل عمل منظومة الحمد لله توجهات اللي واخدتها دايما الأجهزة هنا بتشتغل في عمل مؤسسي الأجهزة الرقابية من خلال منظومة مشتركة فيه تنصيق تم بنا فيه تواجد دايما في الشارع على مدار اليوم سواء كان حملات صباحية أو حملات مسائية للتأكد من جودة ما يقدم للمواطن من جنوب سينة الحمد لله فندم يعني الحمد لله السلعة متوفرة ما عندناش مشكلة على الإطلاق في نقص سلعة في الفترة الأخيرة كده كان حصل دعم ومساندة من الوقت دكتور خالد فود على توفير سلعة السكر وده تم بالتنصيق ودعم معليه مع السيد الدكتور علم سلحي وزير التنوين والتجارة الداخلية تم توفير 360 طن سكر إضافي تم ضخم لمحافظة جنوب سينة استعدادا للشهر الكريم ده إضافة للكميات المخصصة للمحافظة فده الحمد لله مش مخلي عندنا أي أزمة خالص الحمد لله فندم كافة السلع متوفرة في السوق سواء كان في القطاع الخاص وإحنا درنا بس مش درنا على المنافذ الحكومية تحت مجال المنافذ الخاصة والمحالة العامة والكلام ده بنوفر ليه ومسهل ليه مع عملية عبور السلع لأن حضرتك عارف أن محافظة جنوب سينة محافظة حدية مفهاش مصانع خاصة بإنتاج السلع كل سلعنا بتيجي جلب من الدلتة ومن الوادي فالتموين دايما عامل منصر تشتغلوا كمال بالتنسيق بالتنسيق مع كافة الأجهزة لعملية توفر السلع فالحمد لله سفندم لو حضرتك كده في مرور مفاجئة على أي منشأة خاصة مش هتلاقي في سلعة نقصة مش هتلاقي في سلعة سعرها مختلف عن القاهرة مثلا بل سعرها يكاد يكون أقل مع تكلفة كوست النقل فهنا في دعم دايما ومراقبة ومتابعة مستمرة على توافر السلع وجودتها وجودة ما يقدم للمواطن مهندس إبراهيم الحاروم مدير مديرية التموين بجنوب سينة شكرا جزيلا لحضرتك صراحاً لكم ترجمة نانسي قنقر